أريد أسألك قبل ما أنتقل إلى آشكي تذكر بداية مسيرتك كشاعر؟ يعني في أي سنة بديت؟ بديت نهاية الأربعة عشر 2015 كذا نهاية الأربعة عشر بداية الخمسة عشر جيد إلما كنت تحب تقرأ؟ يعني أكيد أكفت شاعر خلاك تقرأ وتحب المجال الشعر بطريقة كبيرة من هذا الشاعر؟ التأثر لم يكن فقط بشاعر واحد بالتالي صار مزيج من قصائد جميلة لأن التأثر برأي بشاعر واحد راح تكون نسخة مشابهة إليه يعني الصراحة ما راح تكون إليك مقبولية عند الناس فهي كتلة من قصائد جميلة فصار هذا التأثر كاظم أسمع لي القاطع الكبير سمير صبيح الكبير سيد عريام السيد خلاك أسماء مهمة بالشعر الشعبي فماكو شاعر شعبة ما مارف هاي المحطات للتال أذن نقطة لعلاوي وبداية حلوة موافقة أنت الحلو وجاسي يا حبيبي اشتركوا في القناة